التعليم تخذت الأصباع الماضية عدد قرارات عاجلة بشأن امتحانات الاعدادية ورفع الغياب عن المدارس وإذن تدريس اللغة الفرنسية في المدارسة الحكومية إجبارياً ومصابقة جديدة لـ 18 ألف وظيفة للمعلمين وغيرها من القرارات المهمة وفي تغطيتنا الآن سنستعرض لحضرتكم تفاصيل كل هذه القصة الأسبوع الماضي تم اتخاذ عدد قرارات تخص تعليم قبل الجمعية لبتت انتباه المهتمين به وبعض هذه القرارات أثارت حالة الجدل بين رواد مواقع توصل الاجتماعي وأولياء الأمور وكان من ضمن هذه القرارات التي أثارت الجدل حول الناس على مواقع توصل الاجتماعي هو أن تدريس اللغة الفرنسية لغة ثانية بالمدارس الحكومية من العام القادم حيث انتشرت أنباء عن تدريس اللغة الفرنسية إجبارياً كلغة ثانية في المدارس وهذا ابتداء من الصفة السادسة الابتدائية وفقاً لمشروع ترافل وهو أحدث ذلك جدلاً كبيراً وأثار استياء العديد من أولياء الأمور وتواصل موقع صدى البلد مع مصادر بوزارة التربية والتعليم لحصم هذا الجدل وعلى ما أن مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية هو ثمار ترافل اتفاقية الشراقة المصرية الفرنسية في المدارس الحكومية المتوقعة أو الموقعة عام 2020 من خلال الدعم الذي قدمته صفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية وإذن الوكالة الفرنسية للتنمية ويعد هذا المشروع أيضاً استكمالاً لما تم البدء فيه منذ عام 2018 للتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية كشفت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم وتعليم الفنية عن أنه بمقتضى هذا المشروع سيكون تعليم اللغة الفرنسية كلغة ثانية إكبارياً في المدارس الحكومية وهذا القرار ابتداء من الصفة الأول للإعداد وليس السادس الابتدائي كما أشيع البعض وسيتم أيضاً تطبيقه بداية من العام الدراسي 2023-2024 وكان قد استقبل الدكتور ردع حجزي وزير التربية والتعليم وتعليم الفنية السفير أرك سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافقة له وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال التعليم قبل الجامعية ذلك كله في إدوار العلاقات المتميزة بين البلدين أيضاً أكد وزير التربية والتعليم على العلاقات الوتيدة وتعاون الوتيقة بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات لا سيماً في مجال التعليم قبل الجامعية من خلال العديد من المشروعات التعليمية التي ستوفرها الدولة وأكد أن دولة حريصة على تعلم أبناؤها العديد من اللغات وتمكين أيضاً كل المهتمين باللغة الفرنسية من تحسين مستوياتهم أيضاً أضاف وقال أنه سيتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسي عشرين، أربعة وعشرين، عشرين، عشرين، خمسة وعشرين وتشمل اللغة الفرنسية بجانب عدد من اللغات الأخرى لافتاً إلى أن للطالب له كامل الحرية في اختيار اللغة الثانية كما يشاء كما تم إصدار قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثلت فيما يأتي أولاً استخدام تقضية الباركود لأوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها التامة وضمان أيضاً حقوق ومصلحة الطالب ثانياً مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل وتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية هواتف أو سماعات أو أيضاً ساعات سمارت أو إلكترونية أيضاً تنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائياً ومرعاة هذا كله مراعاة لقواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل أيضاً التضرق في مستويات الأسئلة والإبتعاد عن التعقيد مشاهدين هذه كانت تفاصيل هذا الموضوع نشكركم على طيبة المتابعة كنت معكم ملك ريان شكراً لكم وإلى اللقاء